تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كان له صد واسع على منصات تواصل اجتماعي بطبيعة الحال لكن رد الميليشيا التي اكتفت بالقول أنها تحتفظ بحق الرد صحبه أيضا صد أوسع وتعليقات عديدة لهذا طرحنا عليكم سؤالا على منصات الحدث عن خيارات هذه الميليشيا بالرد دعونا نتابع أبرز تعليقات التي وردت على صفحاتنا نبدأ بداية مع جمال الذي رأى أن الرد سيكون على المدنيين وعلق على تويتر بالقول أن خيارها الوحيد هو مزيد من القصف على الأهداف المدنية داخل وخارج اليمن لا يجرؤ على التعرض لأي هدف أمريكي أو إسرائيلي لأنه ليس لديهم أوامر ننتقل إلى تغريدة أيضا أخرى لعلاء محمد الذي علق متهكما على حق الرد الذي اعتاد عليه ما يطلق عليه محور الممانعة أي إيران وميليشياتها بالمنطقة وكتب على تويتر نحتفظ بحق الرد الجملة هذه تخص جبهة الصمود والتصدي وجبهة الممانعة التعليقات الساخرة تغطت كذلك على الردود مثل قاسم الذي رأى أن الحوثيين سيردون بتصنيف أمريكا كدولة إرهابية مثلا حسب آخر على تويتر قال إن الرد سيكون عبارة عن طائرات على جيران اليمن المدنيين في إشارة للطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيات على دول الجوار بندر العديد وصف رد بالميليشيا بالكليشة الإيرانية وكتب على تويتر هذه كليشة إيرانية حزب الله يحتفظ بحق الرد والنظام السوري منذ أربعين عاما يحتفظ بحق الرد وفيلق القدس يحتفظ منذ تأسيسه بنفس الحق ولم يقترب حتى من القدس حميد علق على تويتر أيضا حول خيارات الرد التي ستشمل الأطفال وقال خياراتها تجند الأطفال دون العاشرة وإضافة كلمتين إلى شعارهم الفاشل